السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بطلاب تلت سنة وبيولوجي. اه مع فيديوهاتنا السريع اللي بنوضح فيها ازاي اه الاسئلة اللي اتحلت وبنشرح فيها الحل عشان الناس برضو اللي ضعيفة في اللغة شوية وبنساعد الناس على انها تفهم السؤال اللي اتحلت ازاي. تمام? واي حد عنده اسئلة يبعط لي في الكممنس تمام? او اه اه يبعطي راكم الواتساب. وما ننساش نعمل وسبسكرايب. اول سؤال بيقول لي. اه قطعنا جزء من اه من النبات. تمام? الا هيحصل? هنقول البلانت هيبدأ ان هو يكون اه كورك. تمام? كورك يعني الفلين. تمام? الفل يعني. عشان يعزل الاريا ان اللي في دي اللي هي اتقطعت او اتمزقت. تمام? بيفرز جمز. جمز دي يعني صامغة. تمام? حوالين الجزء اللي اتقطع. يعني مسلا. يعني جبت حت الصامغة هيت. هي دي الجمز. تمام? الجمز دي هي دي. دي يا جماعة صامغة عربي. من السودان. ده اللي البلانت بيفرزه. ده. بيبقى الاول وبعدين او ما يجي على ليه? كأنه سبحان الله يعني ربا سبحانه وتعالى. كأن الحتة اللي تقطعت من ديت او كأنها جرح وهو بيطلع الحاجة دي سكرتها. تمام? وعلى الجرح كده ويخليها تتصلب. تمام? عشان تسد الجرح اللي هو الجرح. تمام? هو ده الجمز. تمام? الفلين بقى انتم عارفينه. اللي هو بيغطوه ببعض انواع الزجاجات. تمام? وصوريانيا. طبعا حاجة ساعة ما بتغطاش بكورك دلوقتي. الحاجة الوحيدة اللي ممكن لسه بتتغطى بالفل عزيز البيرة والخمور. آآ تعال كده نشوف. عشان تمنع ايه? دخول يعني الميكروب او الشيء المسبب للمرض. العامل المرضي. معناها لغويا العامل المرض. طبعا ستقول لي بعد كده بيقول لي يعني غزوة او دخول. اللي هي الفلايم اللي هو اه. لو دخل للفاسكلار سيستم. اللي هيحصل. هيكون التايلوزيز. فاكدين التايلوزيز. التايلوزيز دي اللي هي عبارة عن ان بتعمل بتعمل ايه? بتايلوزيز. اه يعني زي خرم كده فانت بتسده بايه? بصوابعك. تمام? فهو اللي بيحصل كده. انو بيحصل خرم في الفاسكلار سيستم. الزايلوزيز او الفلايم. فيروح اللي ايه? الزايلوزيز سده بايه? بالبرانكايمة سيلز. بيعمل ببرانكايماتس. اه بروتروجان. بروتروجان يعني هنا تستطيع التايل. سد. ابستريكت يعني بتثد السد. م sod сним plans to other parts of the بلانت. حسنا. الان فالويلاب. انفرزيز بعد كده ايه ايه بتايللاب. اللي هيحصل لو حصل هجوم على الميسيليم بتاع البلانت? بايه بيحيط بغطاء عازل. تمام. عشان يمنع ايه؟ يمنع انتقال انتقال الفنغس من سل لسل تمام خلاص طيب تعال نشوف اللي بعد كده بكتوريا سمى دخلت ايه هجمت او عملت عدوى البلانت هيفرز ايه او هيواجهها ازاي هيواجهها بتوكسي كيميكال كمباونس طرم ايه توكسيك باكتوريا توكسي كيميكال كمباونس في نولزا انتجلايكوسيدز اللي هي بتقتل ايه البكتوريا وتمنع الجرث بتاع النمو بتاعها وتعمل استحساس او تستسير او بتتنبه البلانت تو فورم بروتينز البروتينز دي بقى اللي هو هينبه البلانت ان هو يكونها نقدر نختصر السطر ده نقول ان ايه استيميولاتين زا بلانت تو فورم دي توكسيفاينز يعني ايه دي انا ايه دي توكسيفاينج دي توكسيفاينج دي قبل الايه دي ايه قبل التوكسيفا يعني تنزع سمية هذه الايه الايه التوكسينز اللي بتفرزها البكتوريا خلاص طيب تعال البعد كده بيقول لي ديفيشنسي ان زا سيكريشن اوف ماي ثايموسين هرمونو الثايموسين ده اللي هو آآ بيبقاله دور كبير جدا في بتاع الماتيوريتي بتاع الايه هنقول اللي هيحصل الزايم المعاصر بيقول لي ان هو هاي اثر سربيا على الايه المان اميونيتي تمام احنا عارفين ان تي سيلز بتيجي من اللي موجودة في السايماس جليند تمام طيب لو مافيش سايموسين يبقى مش هات ايه مش هيحصل ماتوريشن وهتتحول ديفرنشيشن هنا هتتحول لكذا تايب ديفرنشيشن يعني ديفرنت تايبس تمام هتتحول ايه تحولها لكذا تايب انتو تيفرنت تايبس انسايد زايموس جليند اه ديكريز الديفرنشيشن ده برضو هيقل تبريموفال افتنسلز فروم ساموان شن اللي هوز من واحد عملية اللي هوز اللي بيحصل هتقل ايه تمام اه لا وبالذات لما يجي ميكروب تمام ويدخل الجسم تمام مع الهواء او الفود طيب لو حصل اغياب الليمفاتيك نوز فروم سام بادي بارتس نفس القصة تمام التليمفوسايد والبيليمفوسايد انت الماكروفاج هيقل له وبعد كده الميكروب انت ديبريس ديبريس يعني الحاجات اللي مش كويسة بتدخل الجسم بس هي اه الحاجات اللي هي بقايا البقايا بتاع السيلز اللي موجودة في الجسم والانكوريز اند زبادي جيت تراي جيت انفكتد باي ديسيز تمام يبقى الجسم الشيادة يتخلص من فضلات السيلز اللي بيتموت جوا الجسم تمام اللي هي بياخدها الماكروفاجيز طيب زي ديكليننج نمبر اوف تي هيلبر تي سيلز تمام اه ديكليننج يعني اصد ديكريزنج انزا بروداكشن انتاج الانتباديز اللي هي بتطلع عن طريق الليمفوسايتز واند ردوسينج از اكتيفاشن اف اثر تايبز تمام اف تي سيلز ويتش بروديوز زير اميون اه ريسبونز لو تي هيلبر قلت الايه هيقل الانتاج العشان الايه لان البي لينفوسايت محدش نبهها انها تنتج وبرضو الازر تي سيلز والتي كيلور سيلز والحاجات دي كلها تي هيلبر سيلز دي عاملة زي عسكار الاشارة اللي هو بينبه الايه القوات ان فيه ايه عادو جاي تمام اوه ما بيدربش وما بعملش اي حاجة خلاص واوه بينبه الكل عامل زي الندابة كده اول ما يجي ميكروب الحاجة اجد عاني تمام طيب the absence of macrophages increasing of macrophages تمام بتزيد الميكروبز لو المكروفاج تمام اللي بيبلع increasing of macrophages will foreign bodies and the sensitive somatic cells الخلايا اللي ايه المتضمارة cincent خلاص يعني بتموت تمام او جسمها متحربة يعني تمام as that of cincent red cells الخلايا الحمراء بتاع الدم cincent red blood cells تمام المكسارة the body cannot ride of get ride of them مشاهدة يتخلص منهم the infection of body by disease تمام وده اللي بيخلي بعض الناس بتشيل الطحال لان الطحال هو مخزن المكروبز تمام فطبعا لما حد بيحصل له تدخم في الطحال بيبقى نتيجة ان موجودة في كتير نتيجة طبعا هو حصلوا ترقم في الطحال او الطحال اه حصل في انفجار نتيجة حدسة او حاجة ف الترقمت في كتير نزيف يعني بيضطروا انه ما يشيلوه لان المكروفاجز ما ادلتش تتخلص منه وبكده نكون خلصنا اه الفيديو ده واتمنى من جميع يقولوا رأيهم في الكومنت اه لان وراء دي بتهمني جدا عشان اعدل في اه طريقة التناول كل مادة هل اشرح اه اسئلة محلولة او اه احل اسئلة او اشرح من الكتب او اه اجيب من كتاب ايه بالزبط فالفيديوهات اللي بقى الاهن بتعجب الناس بكتر منها او اللي ما بتعجبش وما فيش كومنتات عليها ما بكتر شمين او جزاكم الله خيرا وما تنسوش لايك وسبسكرايب وكمنت السلام عليكم الله